الله أدقاك آمنا يا رب بسم الله الرحمن الرحيم فلبنا رابع تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلهاه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقف عليك أحدنا القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغابلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبدي إني رأيت أحد عشر كوكبا إن رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقبر رأيتهم ليس عددين قال يا بنيها تقصصوا إياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتديك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوبك ما أسمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبان إن أدرعنا لفي ضلال مبين أقتلوا يوسف أو اضرحوه أرضا يخذ لكم وجه أبيكم يخذ لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قالوا يا أبا قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبا قالوا يا أبا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون أغفله معنا غدا يغطع ويلعب وإنا له لعافلون قال يبني ليحذرني أن تبهروا به وأقابوا أن يأكله الزئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن اكله الضغط ونحن عصبة انا اذا لخاترون فلما ذهروا به وادمعوا ان يجعلوه في غيابة الجوب وارحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون وجاروا اباهم عشاء يبكون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الزغط وما انت بمغلل لنا ولو كنا صادقين وجاره على قريصي بدم كبير قال بل سولت لكم انفسكم عمرا فصر جليل والله المستعان على ما تطفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلع دروه قال يا بشرى هذا اغلاك والله عليم بما يعملون وشروه بثمن مخسر دائم معدودة وكانوا فيه من الزائدين وقال الذي اشتراه من مصر امرأته اكرمي مدواه اكرمي مدواه حتى ان ينفعنا او نستخذه ولدا وكذلك مسكنا ليوسف في الأرض ولنعيمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس ما يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحتلين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وظلقت الأبواب وقالت قال معاذ الله إنه ربي أحزن مدواري إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت بيه وهمت يا لولا أروا أرهان ربيه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبره وألف يا سيدها بل أبواب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب النليل قال ما له يراودتني عن نفسي وشيد شاهد من ألها إن كان قنيصه قد من قبل فصدقت وهو من الكابلين وإن كان قنيصه قد من دبر فكل بد وهو من الصادقين فلما رأى كنيصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفر لي لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة مرأة العزيز تراود بتاها عن نفسه قد شرفها حضا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأا وأعتدت لهن متكأا وأعتدت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه وأكبرنه وتبطعن ليليهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه وإن لم يبعل ما آمره وقد راودته عن نفسه فاستعظم وإن لم يبعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إليهن مما يدعوني إليهن وإلا أتطرف عن كيدهن أصل إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدأ لهم من بعد ما رأوه الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيارا قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأتي خبزا سأكل الطير منه نبئنا بتأويلي إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام تغزق عنه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما لذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاط ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرضاهم متفدقون خير أم الله الواحد الضهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها سميتمها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إذ الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيستيرده خمرا وأما الآخر فيفلق فتأكل الطير من الوتيس قضي الأمر الذي فيه تستفدعات وقال للذي ظن أنه نعج منهم الكرن عند ربك فأنساه الشيطان ذكر أرضه فلبز في السجن فضعتني وقال الملك إني أرى سبع بطرات ثماني يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر ورخر يابسات يا أيها الملك أفتوني في رؤيائي إن كنتم بالرؤيا تعبون قالوا الله أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي لنجا منهما والذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأغسلون يوتف أيها الصديق أبتنا في سبع بطرات ثماني يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع زنبلات خضر وأخر يابسات لعني أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تجرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع الحداله يأكل ما قدمتم لهم إلا إلا قليلا مما تحصنوه ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه عطرون وقال الملك اعجوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهم آبال النسوة الذي قطعنا يديهم إن ربي بشيدهن عليم قال ما خطفكن إذا وقتن يوتف عن نفسه قلنا حاج لله ما علمنا عليه من سوف قالت امرأة العزيز الآن حطحط الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أقله بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائدين وما أبرع نفسي إن النفس لأمعارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اعجوني به لأستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين الأمين قال اجعلني على خزائر الأرض إني حبيب عليم وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبور منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ونأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوتف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما أجهدهم بجهازهم قال اتوني بأجر لكم من أبيكم ألا أترون أني أوم في الكيل وأنا خير المنزلين فإن لن تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنوارد عنه أباه وإن أعرف أعلمون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في الحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقربوا إذا انقربوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من بركين فأغفر معنا أخانا نكتل وإن أعلمون حافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما لمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردة إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه نضاعتنا ردة إلينا ونبير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال ألغط له معكم حتى تؤتون موجقا من الله لتأتن نبي به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موجقا قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني يلا ترخلوا من فعب واحد والخلوم الأبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبرهم ما كان يغني عنهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس أعطوب طباها وإنه لنوع من ما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخارا قال إني أنا أخوك فلا ترتئس بما كانوا يعملون ولما جهدهم بجهازهم جعل الشقاية كثيرا لأخيه ثم أذنه أذنوا الأية والعيض إنكم لتالكم قالوا أكبروا عليهم ما لا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حذن بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كابدين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كبارك هجز الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كبنى يوسف ما كان ليأكل أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرى يوسف في نفسه ولم يبدها له قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا إن له أبا شيخا كبيرا فاخذ أحدنا مكانا إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلهاما وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلن استيئتوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موزقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأمن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فطولوا يا أبا لا إن ابنك سوط وما جهدنا إلا بما علمنا وما كنا من غير حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أطبلنا فيها وإنا مصالقون ما لمن ثولت لكم أنفسكم أمرا فصور جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وطال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيف قالت الله تفتر تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من ذلكين قال إنما أشكو بثير حزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا من يذهبوا فتحسسوا لي يوسف وأخيه ولا تيأتوا من روح الله إنه لا ييأت من روح الله إلا القوم الكافرون قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضور وجئنا ببضاعة مزجعة فأغفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتفدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أينك لأنت يوسف قال أنا يوسف وأعلى أخيه قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آذرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تفيد عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الله حين إذا أروا بقني صيابا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد لي حيوسف لولا أن تفيدون قالوا تالله إنك لبي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارسد بصيرا قال ألم أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إننا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمين وربع أبويه على العرش وفروا له سجدا وقال يا أبتها لا تأويل رؤياي إن قبل قد اجعلها ربي حقا وقد أحسن بني إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرونك وما أكثر الناس ولو حرفت في مؤمنين وما تسألهم عليه من آجل إن هو إلا ذكر للعالمين وما يؤمن وكأين من آية في السماوات والأرض يمعون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل أفأمنوا مكر الله قلا به سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أدنى المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلن يسيروا في الأرض فينظوا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولداه الآخرة خير الذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأت الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نفرنا جاءهم نفرنا فنجي من نشاء ولا يؤد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حبيثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء ترجمة نانسي قنقر